قرار الجزائر فيه الكثير من القراءات الإيجابية أول شيء قد فضحناهم كشفناهم أحرجناهم الكل يعلم اليوم بأن هذا الاجتماع الذي احتضرته القاهرة هو مهزلة أخرى من مهازل هذا المكتب التنفيذي إيه إيه ده يا القاهرة دخلت في الموضوع؟ يعني مصر دخلت في الموضوع دلوقتي هيطلع يقولك فيه عمل فيه مؤامرة فيه اتفاق ما بين مصر و المغرب أصلا هو شبه كاتكوت يعني وراجل ده شبه كاتكوت أو شبه شاروخان في بعض الأفلام كده لما في بعض الأفلام كده لما بيتنكر لما بيعمل واحد مجنون مثلا وشبهه ده ده حاجة يركزوا بس معيها هتلاقوا إلا أنا بقوله صح إنما دلوقتي القصة بقى هيتقال إيه أصلا خلي بقى لك هنا ذكر اسم القاهرة مش عشوائي لا هو كان ممكن يقول إنه الموضوع اللي حصل ده كله يعني الاجتماع اللي حصل أو التصويت أو الانتخابات في اختيار البلد المنظم للبطورة أفريقيا ده ما كان فيه تلاعب لا هو قالك الاجتماع العصل في القاهرة الكلام العصل في القاهرة منتفقين مع بعض شن يخضروا بينا لا حوله ولا قوة إلا بالله عارف أنت لو طلعت زي الكبار كده قلت مبروك للمغرب خلصت باش ناس هتقول عليك راجل بتفرح الأشقاء كنما إيه يامش نعود نعيد ونزيد في الكلام ده هما كده كده أنتوا خلاص عارفين عارفين الفولة زي ما احنا بنقول في مصر يعني لنا الله فيه كوكب لالا حفيز دراجي عمال ينزل بوستات آآ التلاعب وإحنا انسحبنا وإحنا الأحق والجزار الأحق بتنزيم كل حاجة طب تيجوا نشوف قبل كده قال إيه يلا قلتوا أننا نقدروا ننظموا كأسين عالميتين صح أو لا لا قلتوا أننا نقدروا ننظموا زوش كأس العالم يا عباد ربي تقلوا الله كأس إفريقيا معطيوهن أو بالسانه حفيز حفيز دراجي أدراجي أنت اللي قلت زمان مش زمان يعني أنت اللي قلت أنه كنتوا ما تعرفوش تنظموا لا كأس عالم ولا حتى كأس أفريقيا أنت اللي بتقول دلوقتي طالع بتقول أنه المغرب ما كانش يستحقه في تلاعب وأنه لا حوله ولا قوة إلا بالله إحنا جبناك بلسانك بتقول أن الجزائر ما تقدرش تنظم أي بطولة خلاص ما تقولش ما تهري وتوجعلنا دماغنا برضو يا كابتن حفيز قول مبروك وخلاص إنما أنت مش هتقول مبروك لأنه دايماً المغرب عملكه عقدة ولنا الله في كوكب لالا وإذا كان إيش بدنا الله إحنا كيش عرض رجيب إحنا عشي نهاركم يا لطافوا بالأخص المخزن باش رأك بروشاة الفوية ركتح ما تحلمش في المفت بدأت تقول إحنا المغرب عندها منشاءات كبيرة وقدنة وقدنة إمكانيات يا مغرب ما تضايقهمش بقى ما تحودش تقولوا بقى المغرب عنده بنية تحتية وعنده إمكانيات الله خلاص ما تزعليش لسوفيا صوفيا بطيخة ما تزعليش خلاص بعد كده مش هنقول إحنا عارفين إن الكلام ده بيوجعك مش هنقوله حقا يا جماعة ما عادش زعلها بقى الناس مش عارفة تنام من ساعة ما المغرب فاز من ساعة ما المغرب فاز ما بيناموش طالعين في التلفزيونات وفي الأخبار وفي محطات الإزاعة وفي كل حتة في الدنيا المغرب عنده بنية تحتية المغرب عنده بنية تحتية آه عنده بنية تحتية المغرب عنده ملاعب آه عنده ملاعب إيه يا جماعة فيه إيه يا جماعة ايه ده انا بجد مش مساد انا معرفش ان اي انتصار للمغرب كده يعملوكو هبه الموضوع عاملوكو هبه خالص مش عارفين نتصرف وبعدين بقى يدوروا على ايه انجازات قالك احنا اقدم ناس عندنا محل انتاج زاتون باين ولا مش عارف زيت ولا يبصوا ناس على بينهم باللي اقدم معصرة زيت موجودة في تي بازالة مع في تي بلصة ولا ما على بنامش معصرة زيتون برزيان اقدم معصرة ده بقى لما انت تبقى مش لقى حاجة تعملها والمغرب تفوق عليك في كل حاجة وانت بتدور على ايه حاجة تعملها بقى طب انا عندي اه 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 دم مصنع مخلل مخلل ايه يا كابتن وزاتون ايه وزيت ايه انا انت بتدور على ايه حاجة اه استاذ في ايه جماعة كوكب للا فعلا موضوع مش الموضوع تعيبوا من نفسنا جماعة طب وبعدين كمان في حاجة عايز اقولها لكم هم قالوا انه متسيبي رئيس الكاف متفق مع المغرب ومزبطها من الاول وموقفش جنب الجزائر طب تيجوا نشوف قال ايه العديد من البلدان تريد احتضان كأس امم افريقيا الفين وخمسة وعشرين انا اشجع الجزائر على الترشح الاحتضان الكامل اه كده في تلاعب بقى يعكس كده لو متسيبي قال كده على المغرب يا نهار كناش نمنى كانت لها قالك اهو في تلاعب اهو اهو بيقول انه هو بيشجع لترشح المغرب اهو الراجل قال بالسانه بيشجع لترشح الجزائر انما المغرب عقلاء مش يطلع قولك اصل بقى الجزائر متفق مع متسيبي واصلة هو اللى قالل ما قال كده واصلة مفيش الكلام ده يا جماعة انما ده بنشوفه في كوكب لله بس يا ابني ياحبيبي قول مبروك بسو كاببين ايه يا ابني ياحبيبي قول مبروك ياابني قول مبروك مفيش فائدة يا جماعة مفيش فائدة لنا الله في كوكب لله والسلام عليكم